بص تعال هقولك يا عسير ارب ارب كمان ارب انا عندي قوة خارقة ايوه عندي قوة خارقة ترش بسداني ولا ايه بص اثبت لك لا بجد انا عندي قوة خارقة بس مش هي دي قوتي الحقيقية بالوقتي انا هوريك ايه هي القوتي الحقيقية ايه يا واجعتني لا بجد خان بقى نروح على الفيديو هقولك ازا تر تعمل تأثير القوة الخارقة بتاع ابو فلا اه يعني واجعتني على برنامج واندر شير في المورة تن فيلا بنا نبدأ ويرجينا الثاني دوقتي هوت على الكمبيوتر بص هو ده شكل الطايم لين او شكل المقطع اللي احنا عملناه اه حاجات هتحس انها كتير بس لا هي مش كتير ابدا كلها حاجات بسيطة وسهلة ومش هتحتاج منك اكتر من خمس ده عشان تعملها اول حاجة عشان نعمل كل الكلام ده هنمسح بس كل ده عشان نمشي خطوة بخطوة مع بعض ونشيل الايفاكتات من هنا ومن هنا عشان نبدأ من الاول بعد ما احنا مسحنا كل الحاجات بقى ما بدنا اي حاجة فاحنا عايزين نيجي اول حاجة عند المنطقة اللي هي بفتح فيها عيني انا بدأت افتح عيني من هنا الجزئية دي بالزبط هتيجي هنا عند المقطع ده هتعمل عليه دبل كليك وتعمل وتشغل الموشن تراكنج بعد كده هتحدد الموشن تراكنج دي على العين لوحدها لو انت مش عارف تشوف العين بالزبط فانت ممكن توقف عند العنامة شاشة دي وتعمل على الزوم وتعمل زوم خمسين في المية ده هيساعدك شوية وساعت هتقدر تخط المربع ده بالاسهم او بالماوس على العين بالزبط عايزين نوقد كده هوا بعد كده تعمل ستارت تراكنج طول ما هو التراكنج شغال كويس عند العين او في النقطة فالدنيا كويسة جدا لان الهيلو او اللير بتاعت اللون اللي احنا عاملناها حجمها كبير فمش هتحصل اي مشاكل كده احنا عملنا التراكنج من النص هنا في الحتة دي ممكن تزبط بقى اي كيفريم في الحتة اللي قابلها عادي جدا بس الخط اللي احنا عملنا بعد كده انك تضغط ضغطة واحدة على اللير هنا تعمل كنترول سي وتوقف عند التايم لاين السطر اللي بعديه تعمل كنترول في بتصحبه الاول خالص عشان يبقوا اثنين فوق بعض هتقولي طب ما ده شغل التراكنج بتاعه ايو شغل التراكنج بتاعه هتوقت تعمله تعمله ريسيت من هنا ولكن اما حاجة قبل ما تعملوا ريسيت عايزين نفس المنطقة بالزبط اللي هي هنا هتعمله ريسيت بعد كده هتعمل المربع ده على العين اليمين هي عين الشمال بس عين من ناحيتكم انتو اليمين ونخطها بالزبط على العين ونعمل ستارت تراكنج هاخد نفس الودة تمام جدا مظبوط نعمل اوكي دلوقتي عندك اختيارين عشان تجيب الفلير دي اما تدور على جوجل وهتلاقي فلير اشكال واحجام كتيرة جدا او تعمله على الفوتوشوب وده اللي انا بفضله انك تعمله على الفوتوشوب هتطلع نفس الشكل اللي انت عايزه نفس الحجم نفس اللون بالزبط اللي انت عايزه او الاختيار ولا واحد من الاتنين دول انا سايب لك لينك الفلير دي في صندوق الوصف تقدر تحملها من صندوق الوصف عندي هتصحب الفلير دي مرة هنا وتطولها على طول الطايم لاين كده تمام بعد كده هتحدد اللير الاولينية وتشغل الموشن تراكنج على الفلير دي هتلاقي ان هي حصلها فجأة كده صغرت ما اتعرفش ليه عادي اضغط عليها دبل كليك دك على كلمة ترانسفورم هتلاقي معولها لخمسين خلي دي مية وعشرة على السكيل تمام بعد كده اقفل ترانسفورم ادخل على كلمة ترانسفورم ودخل عند البلندينج مود وخليها سكرين بعد كده هتحدد تضغطها بعيدا تحدد الفلير دي هتبعنا مش بان انت محددة ولا لا بس هي متحددة وهتحركها لغاية العين زي ما قلتك لو انت مش عايف تشوف انت فين بالزبط اعمل زوم لخمسين ولا حاجة زي كده وحركها بالاسهم عشان طرف تتحكم بالاسهم بشكل اسهل جدا وباقت كده كويسة جدا لو احنا جينا بقى نشغل نشوف هي متطبعة على العين ولا لا فها هي متطبعة على العين كويس جدا هتاخد برضو فلير تانية زي دي هتخطها هنا وتنميلها على تايمبان كله هتيجي عند اللير التانية وهتيجي تعملها على الفلير لانا فيش فلير تانية مربوطة بيها وهتدخل برضو على الفلير تاني تخليها سكرين وتكبرها مية وعشرة وبعد كده نرجع ليه الاول خالص عشان لازم الفلير دي تكون في المكان العين بالزبط كده هو نرجع مسلا بقى ورا خالص ونشوف اللي احنا عملناه طبعا كده اسهل نحنا نحرك مرة واحدة عشان نشوف النتيجة اصلا عمنا نشغل الفيديو بنقوله الاخره كل شوية كده اسهل كده مزبوط كل حاجة مزبوطة وجميلة جدا مش ناقص اي حاجة تقريبا غير ان احنا نخط افاكت الكهرباء اللي بيبقى على العين ده هتلاقيه في كلمة افاكتس وتكتب هيرو او سوبر هيرو افاكت المفوط ان احنا هنلاقيها في element او الافاكت element في سوبر هيرو كلمة واحدة عشان نعرف نلاقيها وهتلاقي كتير جدا هنا انا استخدمتها تقريبا اي ودي ديات اللي احنا هنحتاجها عشان هي بتفضل سابتة في منطقة واحدة وده اللي احنا هنحتاجه وده اللي احنا نعملها مرة واحدة على فكه مش عماله مرتين هتسحب السوبر هيرو افاكت ده ونخليه هنا بطلق انك تسحبه اكتر من كده هو ده اخره وهنقف عند اول فريم اللي هو ده هنمشي قدام شوية لغاية لما احنا نلاقيه ايو بيبدأ من هنا هنحدد بس مكان الكهرباء دي هتكون هنا عند العين ولكن لاحظ في دي لونها مختلف عن لون الفلير وده لانها لسه البلندن جمود بتاعها نورمل هتضغط عليها وتخليها سكرين فبقى نفس اللون بالظبط فمش هتبقى باينه اول حاجة تثبتها في مكانها بعد كده تعملها سكرين بعد كده هتيجي عند كلمة الانيميشن وهضيف كيفريم هتعمل زوم لغاية حجم الطايم لاين بتاع افاكت ده لوحده بعد كده هتمشي شوية 3 ا4 فريمات بعد كده دبل كليك هتعمل اد كيفريم بعد كده 3 ا4 فريمات تانيين وتعمل double click عشان يبقى متحددة وتتحكم بالماوس ان هي تخليها فوق شوية عشان تبقى نطلعها من العين هتفعل تعمل ده تقريبا طول من انت قد بتتحرك يعني اتحركت كده وشوية وكل ما تتحرك اكتر كل ما تعمل شغلة اكتر هنعمل هنا add ونمشي تاتة 4 فريمات بعد كده نطلع او نحركها شوية وهي بس كده خلصنا اول واحدة لو انت تلاحظ فهتلاقي ان هو ماشي معايا كويس جدا بعد ما احنا عملنا الكي فريم بتاعتنا وبقت مزبوطة جدا جدا يعني هتقول لي بقى طب هعمل كده في المقطع التاني او في اللير التانية في العين التانية لا انت هتعمل بس كوبي وتحطها في اللير اللي فويها باست وتحطها في اللير اللي فويها بالزبط وبعدك هتعمل double click وكل ما عليك هتعملوا ان اخذها تخذ عند كلمة فيديو وتيجي عند transform وتشقلبها بعد كده هتمشي قدام بس شوية وهتحددها كده من هنا مش من جوة تخيانة الانيميشن لا في الفيديو وتمشيها يمين لعند العين بالزبط وبكده الاتنين هيبقوا ماشيين مع بعض لان عينيك الاتنين اصلا في نفس الزاوية واحنا كلنا عمليونه وان احنا فضل يطلع فوق وتحت يمين وشمال حاجات بسيطة وطول ما يمتشقلبها فهو هيمشي نفس الحركة ولكن معكوسة فهيفضل نفس الحركة مضبوطة وماشي مع العينين بالزبط فانت مش تعمل كيفريم غير مرة واحدة بس لو عايز تكبر دماغك من كل ده فاتقدر تعمل كمان اتنين كوبي من الفيديو الاساسي يبقوا فوق في اللير في سطر رقم 3 و 4 والبقية بقى هيكونوا كل واحدة لها التراكنج بتاعها الخاص بيها ده موضوع كبير شوية ورخم ولكن انت مش محتاج تعمل ساعتها موشن تراكنج او للاتنين دول تاني ده هم معمولين هتفضل واخدهم هم وهم كوبي بست في الحتة دي وهتربطهم بس هنا فمش هياخد وقت طويل بالعكس هياخد وقت اثر بكتير جدا اعمل لايك على الفيديو سيب لي تعليقك في صندوق الوصف ايه اكتر حاجة عجبتك في الفيديو الفيديو اللي جاي عايزه يبقى عن ايه واشترك في القناة وفعل زرورة درس واشوفكم الفيديو الجاي سلام